اختارت طريقا قل فيها السالكون فالدفاع عن الوطن والوقوف في وجه مشاريع وأجندة الخارج أمر يحمل في جنباته الكثير من المخاطر لكنه الشرف الذي نالته لجنة الاعتصام السلمي في المهرة سنوات من النضال في معركة عنوانها الانتصار لسيادة وإفشال مخططات الخارج وحماية البوابة الشرقية لليمن وهو خيار ليمنيين أجمع وقد خذروا من قبل مكونات انساقت وراء جندة الخارج وماله السياسي هذا الموقف المتمسك دفع الكثير من الناشطين للإشادة بدور لجنة الاعتصام السلمي وقدرتها على إجهاض مشاريع التقسيم والحفاظ على التراب الوطني موحدا من المهرة جنوبا إلى ميدي شمالا ناطق لجنة الاعتصام السلمي علي بن محمد قال إن تأييد الشعبي الواسع الذي تحظى به اللجنة سبب في تصدرها مشهد الدفاع عن الأرض اليمنية ومواجهتها لأطماع الخارج ومخططاته منذ سنوات الوجود الخارجي ومصادرة القرار السيادي للبلاد تهديدات أدركتها لجنة الاعتصام السلمي منذ الوهلة الأولى وهي تعي خطورة بقاء اليمن بحكومة مرتهنة وسيادة منتهكة وقرار مصادر